موسيقى الموعد الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية كشف منتدى الطاقة الدولية عن حاجة قطاعي النفط والغاز إلى استثمارات جديدة في أعمال التنقيب والإنتاج بمقدار 4.9 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة حتى عام 2030 لتلبية احتياجات العالم من موارد الطاقة جاء ذلك في تقرير جديد للمنتدى والذي أشار إلى أن الانفاق الرأسمالي في أعمال التنقيب والإنتاج للقطاعين بلغ 499 دولارا مليون دولار في عام 2022 ورغم أن هذا كان أعلى مستوى من الانفاق منذ عام 2014 ظلت عملية التنقيب عند مستويات ما قبل الوباء حيث أثرت تضخم على قيمة الانفاق الفعلية وفقا لذات التقرير انخفضت أسعار النفط الجمعة بضغط من ارتفاع قيمة الدولار المدعومة بتوقعات استمرار تجديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة واتجأت إلى تسجيل خسائر أسبوعية وانخفضت عقود خامي برانت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 1% لتتراجع عند 84 دولار فاصل 26 سنة فيما تراجعت عقود خامي نايماكس الأمريكي تسليم شهر مارس بنسبة 1% عند حدود 77 دولار فاصل 66 سنة للبرميل قال نائب وزير البيئة التحتية الأوكراني يوري فاسكوفا الجمعة ان المفاوضات الخاصة بتمديد اتفاق ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ستنطلق في غضون أسبوع واضف في مؤتمر يركز على الحبوب ان المفاوضات بشأن تمديد ممر الحبوب ستبدأ في غضون الأسبوع وعندما عندها سنفهم مواقف جميع الأطراف مرضفا انه باعتقاده ان المنطق السليم سيسود وسيتم تمديد الممر على حد قوله سمحت مبادرة حبوب البحر الأسود التي تمت توصل اليها في جوليا الماضي بوسطة من الأمم المتحدة وتركيا بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الخميس بعد صدور بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة وعند التسوية ارتفعت العقد الأجل للذهب تسليم شهر أفريل بنسبة 0.4% لتسجل ألفا وثمانمائة وواحدا وخمسين دولارا للأوقية ترجعت الأسهم اليابانية في تعاملات الجمعة مختفية أثر نظيرتها في وورد سريت التي انخفضت أمس وسط مخاوف تتعلق برفع الفائدة وأغلق مؤشر نيكيا الجلسة منخفضا بصفر فاصل ستة وستين بالمئة عند سبعة وعشرين ألف وخمسمائة وثلاثة عشر نقطة كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا توباكس بنسبة صفر فاصل ستة واربعين بالمئة عند ألف وتسعمائة وواحدة وتسعين نقطة آخر موضوع في الموعد الاقتصادي الصباحي يمكنكم متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر